في بادي الأمر كانت زيارة عادية بحر الأسبوع الماضي لوزير الثقافة الإيرانية قادته إلى الجزائر ومن ثم تونس لكن أوراق اللقاءات غيرت كلماتها على وسائل إعلام إيرانية من خلال لعبها على وطر حساس أريد به الوقاعة بين الدول العربية على أساس تحوير التصريحات وفحو اللقاءات حفظة الجزائر أثيرت وخارجيتها على لسان ناطق باسمها عبد العزيز بن علي الشريف فردت بتوضيح جاء فيها فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حاضي بها وزير الثقافة الإيرانية من قبل الوزير الأول رئيس الوزراء عبد المالك سلال لا يعدو كونه نقلاً غير سليم واستنتاجاً غير مطابق لحقيقة ما تم تداوله من مواضيع وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء الموضوع بناه الإعلام في إيران على أساس لا يحمل أي جانب من الصحة مفاده أن إيران والجزائر أظهرت تطابقاً في وجهات النظر تجاه التهديدات التي يشكلها الفكر المتطرف والتكفيرية ما يعني بطريقة أو بأخرى محاولة للصيد في المياه العاكرة وتسويد نوعية العلاقات التي تربط الجزائر بجميع الدول العربية في الخليج والمشرق وخاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة جملتان معناهما ليس كما أراد أن يفهمهما الإعلام الإيرانية واحدة حصلت مع الجزائر وأخرى في تونس التي تبرأت الرئاسة فيها من تصريح منسوب للرئيس الباجي جيد السبسي يقول أن إيران هي حامية العالم الإسلامي من كيان الاحتلال الصهيونية والذي تداولته مواقع إلكترونية في إيران بشكل كبير منوهة أنه لا تمت إلى الحقيقة بسلع هي صورة أخرى لصراع يراد أن يغتنمه أطراف لضرب أطراف وتسويد صور دول على رأسها الجزائر